أوضح أحمد حمادي أحد شباب الباحثين أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو قانون جيد جداً ولكن هناك بعض الملاحظات وأشار حمادي إلى أن ما يتعلق بقانون إفساد الحياة يحتاج إلى تحديد معايير واضحة قانون في مجمله هو قانون جيد جداً ولكن هناك بعض الملاحظات هنسميها ملاحظات خاصة أو زغيرة على سبيل المثال الحص قانون إفساد الحياة السياسية ده معايير مطاطي لم يتم تحديد معاييره أو تحديد أدواته ما يطبق عليه أنه أفساد الحياة السياسية في مصر نيجي نقطة ساتك التانية اللي بنطالب برضو اللي أنا قدمتها في مقترحة تعديل القانون فيما هتعلق بدورات النواب أحنا بنطالب أن دورة النائب دورتين متتاليتين يأما ثلاث دورات منفصلة أو متقطعة لكن ما ينفعش أن النائب يكون منذ أن يتولى منصب نائب في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وهو لحد ما يموت يفضل نائب في مجلس النواب